مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي أحكي عن الثالثة 22 سبتمبر أيلول كيف بدي يكون هذا اليوم اليوم الأمر موجود ببرش القوس كل نهار الأجواء مفروض تكون حلوة للأبراج النارية موالي برش الحمل موالي برش القوس مواليد برش الأسد وبسبب التربيع بين الأمر والشمس اليوم فيه احتمال أنه يكون فيه عندنا شوية تعب خلال هذا اليوم لمواليد برش الجوزاء وأيضا لمواليد برش الحود لكن الحدث الأهم اليوم هو بداية فصل الخريف فصل الخريف يبدأ رسميا بينتقال الشمس من برش العثرة لبرش الميزان وهذا الأمر يتم اليوم يحدث اليوم بتمام الساعة وحدة وثنينة وثلاثين دقيقة توقيت العالمي الظهر يعني بتوقيت بيروت الصيفي أربعة وثنينة وثلاثين دقيقة بعد ظهر توقيت بيروت هذا معناتها أنه بعض الظهر انتقال الشمس لبرش الميزان رح بيحسن الأجواء لمواليد كثير من المواليد ومندخل كل الأبراج بتدخل اليوم في الجزء الثاني من الفيديو يلي حكيت عنه للأبراج الشهرية وبالتالي كل برج بيقدر يرجع يحضر شهر سبتمبر برجه لشهر سبتمبر لأنه دخلنا بالجزء الثاني اللي هو مختلف كليا عن الفترة اللي سبقت من واحد سبتمبر لتنين وعشرين سبتمبر مختلفة كليا عن تنين وعشرين لتلاتين سبتمبر المهم البداية مع برش الحمل مواليد برش الحمل هناك نوعا من دعسي للأمام هناك بالرغم من بعض المطبات يلي بتمرقو فيها لكنه يوم جيد ويوم مثمر ويوم مفيد للكون وأريح بكتير من الأربع خمسة أيام اللي ما رأوا صحيح بنبدأ بفصل الخريف يلي هو بعاكسكن لكن في احتمال انكن تربحوا اليوم كونوا جدا حذرين 16-17 نيسان أبريل من المشاكل من السرعة من التهور بننتقل لبرش الثور مواليد برش الثور اليوم أريح بكتير من معاكسة الأمر للكون بهاليومين اللي ما رأوا الجو اليوم بيساعدكن هناك بعض الانشراح وبعض الانفراج كل شي والشمس موجودة ببرش العذراء يعني لحقوا حالكم إذا بتقدروا بعدين الجو ليس سلبيا لكن في شوية شغل كونوا حذرين 30 نيسان أبريل 1 أيار مايو الأكثر حظا اليوم 7-8-13-14-16-17 أيار مايو بنتقل لبرش الشوسة مواليد برش الشوسة كل شي والشمس بعدها موجودة ببرش العذراء في احتمال انه تكون عم بتودع فصل الصيف بشوية مزاجية مطلوب من مواليد برش الشوسة أنه يطولوا بالون لأنه لازم تستقبلوا فصل الخريف والضحكي على وشكن والبسمي على وشكن الأجواء اليوم ليست ليست سلبي متل ما أنتم فكرين أوكي في مشاكل الصباح في مشاكل ومتاعب كل شي والشمس ببرش العذراء لكن هناك انفراجات تدريجية بتحصلوا عليها خلال هذا اليوم أهم شي أهم شي كلمة النجاح للمفتاح لنجاح هذا اليوم لأنكم تكونوا تسمعوا للآخرين ما تستعجلوا ما تستعجلوا بيكلمكن تبقى المواليدة اللي عندها ظرف إيجابي أو سلبي 15 حزيران يونيو المواليد الأكثر حظا بعض الظهر فيها تكون مواليد أيار مايو وفينا نقول إنه فيه احتمال إنه مواليد 21 أيار مايو فيها تكون من الأوفر حظا كمل مع برش السرطان مواليد برش السرطان وجود الأمر ببرش القوس اليوم الشمس موقعها صباحا بعد الظهر أو المساء منه هالأدية سلبي الأجواء جيدة في عجقة عنكن يوم مثله مثل كل الأيام يلي أحيانا بتنعجقوا فيها لكن لا يوجد أسباب لحتى تكونوا منزعجين أو لحتى تكونوا متضايقين أو لحتى تكونوا عتلينين هام نظموا وقتكن بيمشي نهاركن بشكل جيد الأكثر حظا فيها تكون 19 تموز يوليو بنت إلا برش الأسد اليوم عند موالي برش الأسد بعتبره يوم إيجابي وبعتبر هذا اليوم من الأيام الحلوي وبعتبر هذا اليوم فيه تقدم بيحمل تقدم سواء سواء كانت الشمس ببرش العذراء أو ببرش الميزان هناك تقدم عند موالي برش الأسد هناك نوعا من تغيير كتير أمهم قد يحمل تغييرات كتير كبيرة عند البعض منكم لسيما مواليد 8-9 في أغسطس فيكم نكونوا الأكثر حظا بنتقل لبرش العذراء مواليد برش العذراء اليوم بتودعوا الشمس من برجكم بتنتقل الشمس لبيت المال عنكم وهذه مسألة جيدة لأنه شوي شوي رح تقوى المعنويات عنكم أو تعيشوا ببعض الظروف اللي فعلا يمكن تمتحن قدراتكم على كل مثلكم مثل كل الأبراج دخلتوا بالجزء الثاني من شهر سبتمبر لازم تبغوا اليوم بحد ذاته يوم بيسمح لمواليد برش العذراء أنه يفكروا بحالهم يرجعوا لذاتهم يعيدوا تقييم بعض الأمور في مسائل عائلية في مسائل شخصية حابين تشتغلوا عليها وحابين تتقدموا فيها وبتقدروا تنجحوا بقوة من الأيام الجيدة الحلوية يلي قد تسمح لمواليد برش العذراء ادخال شيء جديد على حياتهم الشخصية حياتهم الشخصية يعني يمكن حتى نفسيتهم يمكن روتينهم كلكن محظوظين بشكل خاص 2-3-10-11-15-16-18-19-19-19-19-19-19 بنتقيل لبرش الميزان اليوم مواليد برش الميزان مفروض تحتفلوا بوصول الشمس لبرشكن هذا معناته أنه طلعته من فترة الركود الركود المزعج اللي تقريبا عيشتو 30 يوم فهناك بداية تغييرات حلوة جيدة بترافقكن خاصة المواليد سبتمبر شوي شوي تدريجيا تتقدم الأمور لكن بتكون تعملوا حساب أنه كل شيء والشمس كل شيء والشمس موجودة برش العذراء رح بيكون فيه نوع من هدوء بسيط انتبهوا من الالتباسات من الصبح حتى الساعة وحدة ونص الظهر توقيت العالمي أربعة ونص الظهر توقيت بيروت الأكثر عرضة للإنفعالات مواليد 19 و 20 أكتوبر بنتقل لبرش العقرب مواليد برش العقرب لازم تسمعوا الأبراج الشهري برشكم الشهري لسبتمبر لأنه بتدخلوا بالجزء الثاني ما رح حكي عنه هون مش وقته في فيديو مخصص لأله بالنسبة لألكن اليوم حاولوا تشهلوا لما الشمس بتكون ببرش العذراء ولما الأمر طبعا بيكون ببرش القوس فيه احتمال إنه يكون فيه نوع من تحضير لإنهاء معاملي وإذا عنكن معاملي إذا عنكن أي مسألة مهمة تشتغلوا عليها تشتغلوا عليها اليوم معكن للأربعة ونص الظهر توقيت بعض الظهر توقيت بيروت كونوا حذرين المسأ 32 نوفمبر 20 الثاني ننتقل لأبرش القوس موالي ببرش القوس بعتبر هذا اليوم يوم ممتاز يوم كتير مهم يوم بيضوي على أفضل طاقاتك يوم بيعطيك بقوة يوم بيساعدك ويوم بيسمح لك إنك تحط النقاط على الحروف وترفض كل شيء بزعجك أو حتى تنتقل إلى خطة تانية يعني إذا حابين تشتغلوا بمسألة جديدة في احتمال إنه اليوم يا أما تسمعوا جواب يا أما تتقدموا موالي ببرش القوس إذا حابين إنكم توصلوا كلمة اليوم هو اليوم قبل الظهر أو بعض الظهر ما بتفروق اليوم كله ممتاز والأنشط فيها تكون موالي تمانية تسعة وعشرة آآ تمانية تسعة وعشرة آآ ديسمبر بنت إلا برش الشدي موالي برش الشدي اليوم رح أقسمه لقصمين اليوم رح أقسمه لقصمين كل شي النمو ثمرة لكن لما بتنتقل الشمس لبرش الميزين يعني على الأربعة ونصب بعد ظهر توئيد بيروت بتدخلوا بأضعف فترة في هذا اليوم ويمكن حتى في هذا آآ الأسبوع تقريبا فكونوا حذرين جدا هذا يوم دقيق ويوم شائق بتكون تعرفوا تختاروا الواد إذا بتقدروا تأجلوا بيكون كتير منيح بتكون تسمعوا هيك الأبراج الأسبوعية بتبقى المواليدي اللي بعتبرها أكثر تعبا غيرها 12-13 15-16 كانون الثاني يناير بنتقل إلى برش الدلو مواليدي برش الدلو هذا يوم ممتاز يبدأ بطريقة جيدة ما تزعلوا إذا فيقين ومزعوجين أنا بقلكم أنه اليوم سوف يتحسن تدريجيا فمن الجيد بيصير أحسن من الأحسن إلى ممتاز من العاطل إلى جيد هنالك انفراجات ضخمة بانتظاركم خلوا عينكم على الساعة ولاحظوا ابتداء من أربعة ونص بعد دهر توقيت بيروت هنالك احتفال بانتظاركم هنالك أخبار سارة نظموا وقتكم يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية بيعرف أنه تقريبا من نص صبح الشمس بتكون صارت ببرش الميزان وبتدخله بفترة ممتازة يوم نهار كتير حلو خاصة لمواليد شباط فبرا لمواليد عفوا كانون الثاني يناير والأنشط يلي ما بيهدى فيكون مواليد 11-13 شباط فبرا كمل مع برش الحوت مواليد برش الحوت اليوم هو هو اليوم الذي بيوعدك بانتهاء المعاكسات فترة المعاكسات المزعجة اللي قضيتها تصر لتلتين يوم اليوم بتودعها مع بداية فصل الخريف يعني على الأربع ونص بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي فحضروا حالكم مواليد مش الحوت ما تزعلوا يمكن من الصبح تزعلنين من الصبح مش راضين من الصبح في أمور صعبة بانتظاركن أو بتحسوا هيك أنا بقلكون إنه فيه انفراج كتير حلو ابتداء من الأربع ونص بعد ظهر توقيت بيروت ابتداء من الأربع ونص توقيت بيروت فحضروا حالكم كونوا حاضرين بهالوقت تسعة وعشرة أدهار مارس بختم مع مولود اليوم قالوا لمولود اليوم إنه بانتظاروا سنة سنة كتير سريعة سنة كتير نشيطة سنة بتعطيك عقد ما بتحط مجهود بتعطيك هيدا سنة يمكن تحملكم تغيير إن كان بالشغل إن كان بمكان الإقامة إن كان بمكان الدراسة هيدا سنة بتعطيكم أصحاب جديد بتعطيكم معارف جديدة بتكتشفوا كتير من الأمور ومن الحقائق والأثرار المخبية أكتوبر نوفمبر ديسمبر وشهر شباط وحزيران يعني فبراير ويونيو من أفضل أشهر بيتمني لكم يوم سعيد وإلى اللقاء باي باي